أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد أن الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات يجب أن تؤطر للمزيد من المكاسب النوعية في قطاع الاتصالات بما يؤصل المكتسبات للشركات العاملة في هذا القطاع وبالتالي يرفض تواصل تطور مستوى خدماتها لخدمة المستهلكين والمتطلبات الاستثمارية والتنموية ولدى لقاء سموه بقصر الإقضبية اليوم الدكتور خالد بن حسين البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية والمهندس عليان محمد الوتياد الرئيس التنفيذي لشركة فيفا البحرين وعددا من المسؤولين التنفيذيين بالشركة لفت سموه لاستمرار مملكة البحرين في البناء على النجاحات التي تمت في مجال استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات في ضوء سياسات تحرير هذا القطاع وتعزيز المنافسة المستدامة في تقديم خدماته التي شهدت الاستثمارات فيها نجاحات ملموسة وأشهد سموه بتوجه الشركات والأفراد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للاستثمار في مملكة البحرين مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين والمكانة المتميزة التي تحظى بها البلدان في نفوس مواطنيها باعتبارها امتدادا تاريخيا يستمر أثره بفضل رعاية قيادتي البلدين الحاكمين مشيرا للاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين بتنامي الاستثمارات وانفتاح الأسواق وما ينتج عن ذلك من تعظم المردود الاقتصادي وتوفير الفرص الواعدة في مختلف القطاعات وهنأ سموه الدكتور البياري على تعيينه رئيسا تنفيذيا لمجموعة الاتصالات السعودية متمنيا له كل النجاح والتوفيق في إدارة مهم هذه الشركة وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة قطاع الاتصالات منوها سموه بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها مجموعة الاتصالات السعودية وشركاتها مع مملكة البحرين من خلال شركة فيفا البحرين في تقديم خدمات قطاع الاتصالات جنبا إلى جنب مع الشركات الأخرى واستمرارها في تطوير أدائها ومواكبة المستجدات التي شهدها قطاع الاتصالات في مملكة البحرين من جانبه أشهد الدكتور خالد بن حسين البياري بما أبداه نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد خلال اللقاء من استمرار مملكة البحرين نحو تقديم كل الدعم والمساندة للمشاريع والمبادرات الاستثمارية السعودية في مملكة البحرين معربا عن تقدير مجموعة الاتصالات السعودية لحكومة مملكة البحرين على ما تقدمه من أطر تنظيمية وتسهيلات أسهمت في استمرار عمل شركة فيفا البحرين وتحقيق النجاح في تقديم خدمات هذا القطاع الحيوية